سؤال سيدة تحقيق قصة طويلة خلاصتها إنها زوجت بنتها وقبل الدخول أعرض عنها زوجها وقال إن اكتشف إن فيها عيب إن عندما تصل لسن الخمسين تبعيز عملية في الركبة وقال إن أخف عنه هذا العيب وكان ينبغي ألا يغفى والمرأة تقول بشهادة شهود إنها أعلمته بالتفاصيل كاملة وعندها البنت وقعت وهي طفلة صغيرة ثم عولجت ثم قرر الأطباء مجتمعين أن حالتها لا تؤثر على زواجها لا حملا ولا إنجابا ولا قياما بالعلاقة الزوجية ولا كذا ولا كذا لكن الزوج عندما سمع بهذا أدبر وأعرض والمهم أنه هو يريد أن يتخذ من هذا لإسقاط حقوقها المالية نزل غشوني وخدعوني وأنا أفسخ الزواج وأخذ فلوسي وبالا استرجع منهم ما دفعته لهم من مخر فالسيدة تقول أفتونا مأجوري الجواب عن هذا يا رعاك الله أولا هذه خصومة تحتاج إلى سماع من أطرافها الله أعلم لقد سمعنا قصتك ما هي قصة الزوج ما هي روايته ما هي حكايته وكل قضية فيها طرفان ولها جانبان ولا ينبغي أن يقضى بين طرفين حتى يسمع من كليهما هذا عدل الله عز وجل لقد قال عن نبي من أنبيائه لما بادر إلى الحكم بناء على سماع من طرف واحد بعرض مستفز يدعو إلى هذه العجلاء فقال لكن القاعدة في الجملة أن من علم بالعيب ثم رضيه ومضى في إجراءات الزواج بعد علمه به فقد أسقط حقه في الفسخ بالعيب يعني أنت الآن زفت إليك امرأة وجدت بها عيبا من العيوب الكارثية التي تؤدي إلى عدم صلاحية العلاقة الزوجية للاستمرار وسنتكلم في هذا بالتفصيل بعد قليل إذا رضيت من العيب بعد علمك به أسقط حقك في الفسخ وعايز تطلق بعدها تطلق أخذ الإجراءات العادية للطلاق بكل تبعاتي من حقوق مالية تترتب عليه ونحوه فإذا أسقط حقك في الفسخ بالعيب بالرضى به بعد أن علمت به فليس أمامك إن شئت المفارقة إلا الطلاق بكل تبعاته الشرعية إن كان الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة لها نصف المهر المسمى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم وإن كان بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة فلها مهر كاملاً معجلاً ومؤجلاً ولها نفقة عدتها ومتعتها لكن بيرقسين علماً أن ما ذكر ليس من العيوب الجسيمة التي تسوّغ فسخ النكاح وإسقاط الحقوق المترتبة على الفرقة بين الزوجين تحدث الفقاء في باب العيوب عن الجنون عن الجذام عن البرص عن عيوب الفرج وألحق بعض أهل العلم بهذا كابن القيم العيوب الجسيمة التي تكون من جنس ما ذكر جسامة وخطرة لكن مجرد أن احتمالاً لما توصل سنة خمسين سنة تحتاج لعملية في الركبة معظم الناس الكبار إذا وصلوا لهذه السن قد تحدث لهم في الركبة شيء من الخشونة ويحتاجون فمثل هذا لا يسوّغ أن نقيم به الدنيا ولا نقعدها ويكون مسوّغاً للفسخ وإسقاط الحقوق ترجمة نانسي قنقر